من جديد يرتكب النظام التركي انتهاكات ضد الاراضي العراقية اذ قصف مساء الاربعاء بثمانية وعشرين صاروخا مناطق في قضاء مخمور جنوبية محافظة اربيل كما تعرضت مناطق في سنجار لهجوم مماثل واسفرت هذه الهجمات عن سقوط قتلى وجرحى وبحسب مراقبين فان ما يشجع انقراء على خرق سيادة العراق هو صمت الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بالاضافة للخلافات بين الجانبين والفراغ السياسي هناك اللاعب التركي يريد ان يعيد مسألة الشرطي العثماني او بطل الاناظول لكن هذه المرة بطريقة اخرى ونحن نعرف اهداف التركيز على سنجار ما هي ابعادها اقتصاديا وسياسيا وحتى يعني ديمغرافيا في السنوات المقبلة لكن الامر مستغرب بانه حتى مسألة الرد على هذه الخروق وهذه الانتهاكات خجولة سواء كانت يعني سياسيا رسميا او حتى من بعض الكتل التي تدعي السيادة والدفاع عن السيادة والحرز على السيادة او ما شاكل ذلك وفي موقف خجول ادان العراق الهجمات التركية ودعا للالتزام بحسن الجوار وايقاف الانتهاكات التي قال انها تخالف الاتفاقيات الدولية مطالبا بعدم تكرارها ردة فعل بغداد هذه لا ترقى لمستوى الحدد بحسب ما تؤكد فصائل عراقية وقيادات كبيرة انتقدت موقف الحكومة المركزية وتوعدت بالرد وعدم السكوت على اعتداءات النظام التركي ووصفتها بالهمجية بسبب قصفها للمدنيين العزل موقف الحكومة موقف مخجل جدا يعني انت ترى ان بلدك يجري احتلاله من قبل قوة اجنبية مجاورة ولا تتكلم ولا تعترض وليس لديك اي اجراءات نحن لدينا جيش وقوات مسلحة مليون مقاتل لدينا ولدينا قوة جوية وقادرين على ان نقاتل ونطرد هذه القواعد التركية خارج البلاد ونحرر هذه الاراضي اشتيح انقر البري واحتلالها اجزاء من اراضي اقليم كردستان ومناطق اخرى في العراق وتكثيف هجماتها الجوية على القرى الحدودية وفي عمق العراق يظهر جليا حجم اطمعها ومخططاتها التوسعية الامر الذي يتطلب وفق الشارع العراقي موقفا حازما وموحدا في بغداد واربيل للجم الاعتداءات التركية استياء الاوسط الشعبية العراقية ازاء هجمات النظام التركي على قرى ومناطق اقليم كردستان خاصة بعد ان قتلت عشرات المدنيين وتهجير الاهالي بشكل قسري وسط صنط حكومي خجول فقار فاضل بغداد اليوم